اشتركوا في القناة دعم كبير وحرص متبادل على تطويرها في مختلف المجالات ايمانا بعمق الروابط ووحدة الهدف والمصير المشترك واشار سعادة وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء السعودية واس الى ان ما اكد عليه جلالة الملك المفدى خلال الزيارة ان مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية وان امن السعودية جزء لا يتجزأ من امن البحرين وستبقى السعودية الركيزة الاساسية لامن المنطقة واستقرارها وصمام امانها في مواجهة المخاطر والتحديات هي كلمات قائد حكيم ترجمت مشاعر كل مواطن بحريني تجاه الدور القيادية الاخوي الذي تلعبه الشقيق الكبرى لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم واشدد سعادة وزير الاعلام على ان تطوير العلاقات الثنائية بين المملكتين في مختلف المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين يعد منهاجا لعمل مختلف قطاعات الدولة تحقيقا للاهداف المشتركة مؤكدا سعادته ان العلاقات الاخوية المتميزة التي تربط المملكتين والتي تضرب بجذورها في اعماق التاريخ تعد انموذجا دوليا للعلاقات الثنائية القائمة على الاخوة والتضامن والتكامل والوحدة لتحقيق الخير والرخاء لشعوب ودول المنطقة واشدد سعادة وزير الاعلام على ان المملكة العربية السعودية لطالما اثبتت عبر تاريخها العريق انها ميزان العدل والحكمة والحام الأول لقضايا الامتين العربية والاسلامية وما الوقوف الى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء الا وقوفا الى جانب الحق وتغليبا للخير وهي الاسس الراسخة التي بنيت عليها العلاقات بين المملكتين عبر تاريخ اشتركوا في القناة